السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنلقي نظرة على القوانين المعمول بها الآن في المدارس بعد نهاية عطلة عيد الفصح في ألمانيا بعد عودة التلاميذ الآن للمدارس منعرف في معظم المقاطعات في ألمانيا تم إلغاء ارتداء الكمامة في المدارس لم تعود إجبارية وفي العديد من المدارس ما تزال طوعية لمن يريد ارتداء الكمامة بالنسبة للاختبارات الآن في تغييرات جديدة أيضا سيتم إلغاء الاختبارات الإجبارية في المدارس في معظم المقاطعات القاعدة العامة بتقول أنه في الأيام الأولى والأسابيع الأولى بعد عطلة عيد الفصح بيتم الاختبار بشكل يومي أو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع في بعض المقاطعات وبعدها سيتم إلغاء الاختبارات الإجبارية وستبقى طوعية رح نلقي نظرة على المقاطعات الستعاش في ألمانيا نخضر جدا مهمة بالنسبة لنا لكل الناس اللي عندها أطفال بيروحوا على المدارس أو أولاد ففي عنا الآن نحن من المقاطعات الستعاش ست مقاطعات قامت بإلغاء الاختبارات المجانية أو الإجبارية في المدارس يعني أنه لم تعد ملزمة أن العديد من المدارس أبقتها ولكن طوعيا اللي بيحب بيقدر لسا أعمل اختبارات لأولاده على أقل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع هذا طبعا بعد انتهاء أيضا إجبارية الكمامة بالنسبة لمقاطعات في ست مقاطعات أخرى أيضا ستلغي الاختبارات الإجبارية ابتداء من نهاية الأسبوع القادم يعني الأسبوع القادم فقط رح تبقى الاختبارات الإجبارية مثلا مثل مقاطعة نيدا زاكسن بشكل يومي وبعدها بعد هذا الأسبوع ستلغى فيها أيضا الاختبارات الإجبارية في ضل عنا نحن أربع مقاطعات في مقاطعة تورينغن لستة ماي لستة خمسة وبعدها تنتهي الاختبارات الإجبارية في المدارس ومقاطعة برلين لم تحسم أمرها بعد بالنسبة لمقاطعة هامبوك وزايلند لسا لم يتخذوا قرار بهذا الشأن ولكن معظم مقاطعة شفنا يعني على الأقل 12 مقاطعة في ألمانيا بعد فترة يعني أيضا بعد نهاية الأسبوع القادم رح تنتهي فيها الاختبارات المجانية الإجبارية ماذا يعني ذلك؟ معظم المدارس في الحقيقة يعني حتى يعطوا تعليمات دقيقة بشأن هذا الموضوع في معظم المدارس الوضع على الشكل التالي الآن ارتداء الكمامة لم يعود إجباريا داخل المدارس وإنما طوعيا وينصح به في الممرات أثناء التنقل أما داخل الصف فعب يسمحوا لتلاميذ المدارس أن يشيلوا الكمامة بالنسبة للاختبارات بعد عطلة عيد الفصح نعرف أنه أسبوع أو أسبوعين بيتم يختبروا بشكل مكسف وبعدها سيتم إلغاء مثل ما شفنا حسب مقاطعات لزكارتا إلغاء الاختبارات الإجبارية وستبقى طوعية لمن يريد المدرسة ممكن لسا تعطيهم اختبارات يمنوا مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع اختبارات للي بيحب يستمر بشكل دائم في عمل اختبارات لأولاده ممكن هذا الشيء ولكنه لن يعود إجباريا هاي التغييرات القادمة المهمة بالنسبة للمدارس ننتقل الآن للموضوع التالي النقاش أصبح ساخنا حول موضوع إلغاء ضريبة القيمة المضافة المابيتشطية أو الأمزة تشطية على المواد الغذائية خاصة اللي هي عادة تكون 7% على معظم المواد الغذائية نعرف الآن أنه فيه ارتفاع كبير حتى فيه أسعار المواد الغذائية صار هذا الشيء ملحوظ وبشكل خاص الآن بالنسبة لبعض المواد الأساسية مثل البانادورا والخيار وأيضا اللحوم خاصة الغند فلايش اللحم العجل في هالحالة هالأنواع السلاسة تعتبر الآن أسعارها أعلى بنسبة 30% من نفس الوقت من العام الماضي على الأقل هاي الأرقام الرسمية وبالتالي هذا يعني أنه فيه على المواد الغذائية الصحية بشكل خاص يعني الخضار الفواكه الأسعار يعني عم تكون مرتفعة وبالتالي لحتى الإنسان يأكل بشكل دائم يعني أشياء الصحية يعني خضار طازجة فواكه طازجة هذا الشيء أصبح مكلف بنسبة معينة شفنا الآن العديد من الأقتراحات أهم ما هو من خبال العديد من المنظمات الاجتماعية في ألمانيا اللي طالبت بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على هاي المواد الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عن المواطنين الآن هذا المقترح يلاقي دعم أيضا من وزير الزراعة في ألمانيا السيد جيم أزدمير أيضا في الحكومة عن حزب الخضر اللي دعم هذا المقترح أن يتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة لفترة معينة مثلا ممكن سلاسة أشهر مثل ما شفنا الآن بنسبة البنزين ديزل أسعار بطاقات المواصلات فممكن أيضا أن يتم دراسة هكذا موضوع طبعا الضغط يزداد تدريجيا على الحكومة لاتخاذ إجراء أيضا في هذا الاتجاه بالنسبة لأسعار المواد الغذائية هناك بعض الانتقادات ولكن أيضا حول هذا الموضوع الانتقادات مثلا مثل المعهد الاقتصادي للأبحاث مثلا في ألمانيا معهد إيفو كمان عب يقتن تخدوا أنه لو تم فرض أو إلغاء الضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية فهيستفيد من ذلك الجميع حتى الأغنياء أو أصحاب الرواتب الجيدة الهدف دائما طبعا هو الأصحاب الرواتب المنخفضة أو اللي بيطلقوا مساعدات اجتماعية في ألمانيا هن اللي بيتأثروا دائما بشكل يعني مباشر بارتفاع أسعار كل شيء يعني خاصة المواد الغذائية الآن وبالتالي هناك عدة مقترحات أخرى الآن مثلا إحدى المقترحات مثلا منح 100 يورو اللي مرة واحدة مثلا لأصحاب الرواتب الضعيفة أو متلقي المساعدات الاجتماعية أو مثلا يعني أشياء اقتراحات أخرى أنه كيف يتم تقديم مساعدات مباشرة لأصحاب الرواتب المتخفضة ومتلقي المساعدات دون أن يستفيد من ذلك أصحاب الرواتب الجيدة أو العالية لأنه الهدف هو مساعدة لنا الطبقات يعني ذات الدخل المحدود وليس مساعدة الأغنية فلو لم إلغاء بشكل عام سيستفيد من ذلك هذه الخطوة أيضا الأغنية وبالتالي المساعدة لن تكون دقيقة لمن يحتاجها فعلا إذن هذا النقاش الدائر الآن في ألمانيا في الإعلام الألماني بشكل كامل أيضا الآن السياسيين الألماني لأنه وزير الزراعة أيضا مع هذا المقترح رح نراقب الوضع ونرى إذا رح يتطور ويصل للحكومة بشكل مباشر إذا كان رح يصير في أي إجراء بهذا الشأن طبعا نحن بشكل دون يومي أو شبه يومي على الأقل في الفترة الأخيرة عم نتابع الأخبار وأول بأول نرح لكم الصورة بشكل كامل ننتقل إلى الموضوع التالي أيضا إخلاء 15500 شخص في مدينة أوسنابروك في ألمانيا في مقاطعة نيدرزاكسن بسبب مرة أخرى أيضا مخلفات الحرب العالمي الثانية قنبلة منعرف تظهر هنا وهناك في ألمانيا كل فترة ويتم إخلاء المنطقة المحيطة بمكان إيجاد القنبلة طبعا لتفكيكة وعدم المخاطرة بحياة الناس ولذلك 15500 شخص كان من المفترض أن يغادروا اليوم الساعة التاسعة صباحا لسكن أوسنابروك الأحباء اللي يتابعون ومفروض كان يغادروا الساعة تسعة العديد من الناس على ما يبدو لم يغادروا بيوتهم لذلك طال أمد العملية عملية الأخلاء في منطقة الاشتاد تاي لقعت العجلي سكن في أصنابروك مفروض يعرف هذا المكان وبالتالي أيضا توقفت حركة القطارات والعديد من الأشياء تم تبديد كابلات كهرباء احتياطية أنه في خط كهرباء بغزي المدينة بمر من منطقة مجاورة فريسا ما يتم الإخلاق والتأكد بشكل كامل يتم أيضا استعمال الدرونات لإخلاء الناس يعني من باب الأمان وبعدها يتم تفكيك القنبلة طبعا الوحدات الخاصة يعني ستقوم بذلك يعني المختصة طبعا في أيضا رقم هاتف يعني اللي بيحتاج أو اللي موجود لعن في الحجر الصحي بسبب كورونا ممكن يتصل أيضا بالشرط بالبلدية يعني فبيأمنوا له أيضا سيارة نقل والتجمع أيضا اللي ماله مكان يعني رح يسمحوا بالتجمع في الجزامتشولة أصنابروك شينكل عند فينت هاستشتراسة لمن ليس لديه مكان الصالة موجود فيه الآن 300 شخص اللي ما عنده أي مكان يروح عليه ممكن يتوجه أيضا إلى هذه النقطة هذه المدرسة في أصنابروك نتقل إلى الموضوع التالي المستشعر الألماني السابق سيد جاحت شغيرة من حزب الأسبيد تحت الضغط الشديد معروف أنه على صداقة وعلاقة جيدة مع الرئيس الروسي وأيضا له يعني مناصب في العديد من الشركات الروسية اللي بتعمل في مجال الغاز والطاقة أيضا بشكل رئيسي تعرض للضغوطات شديدة في الفترة الماضية يعني العديد من الأوسمة عديد من الأشياء الشرفية اللي كان حاصل عليها تم سحبها منه أو تخلى عنه تخلى عنها هو بشكل طوعي يعني واستبق الأحداث فعب يتم مهجمته بشكل كتير كبير بسبب علاقاته جيدة وخاصة مع الرئيس الروسي شخصيا علما أنه له يعني كان دور الآن نعرف قبل فترة في الشهر الثالث يعني شهر الماضي سافر إلى رقب وقاب الرئيس الروسي وحاول يعني طبعا نجاد حل هذا الموضوع لم يفصح عن فكرة عن فحوى هذه الزيارة أكيد مولى العلن ولكن في المستشارة ربما يتم اطلعه على تفاصيل زي المستشارة الألمانية أولف شولتس الحالي ولكن يعني على ما يبدو أنه ما توصل لوقف لإطلاق النار والآن خرج للمرة الأولى عن صمته يعني حول هذه الزيارة وأدل بتصريح صحيفة نيويورك تايمز أيضا الأمريكية كشف فيها عن بعض الأشياء طبعا المعلومات الدقيقة أكيد ما كشف عنها فأتحدث يعني أيضا أنه أنه الحال الوحيد الممكن هو يستقيل من مناصبه في الشركات الروسية إذا قامت روسيا بقطع الغاز والطاقة عن أوروبا وهو الشيء الذي لا يتوقعه فتم اعتباره مرة أخرى أنه يدافع مرة أخرى عن الرئيس الروسي طبعا هو بيحاول لعب دور الوسيط باعتبار أنه له علاقات جيدة مع الطرفين فنتمنى يعني حتى أنه يتوقع أنه يمكن أيضا أنه تنتهي الحرب إذا في بعض التفاؤل والإيجابية أيضا في تصريحات يعني شيء لأنه نتمنى طبعا تنحل الأمور بشكل سلمي بالنسبة لألمانيا المستشار في الحقيقة تحت الضغط الشديد لا يزال حتى بعد إعلانه عدة مرات وتفسير أيضا سياسته فالمستشار أولف شولت لا يزال تحت الضغط الشديد من قبل العديد من الأطراف داخليا من شركاء أو في الحكم من المعارضة خارجيا لتوريد أسلحة سقيلة إلى أوكرانيا وهو الشيء الذي لا يريده المستشار أبدا وخاصة الأسلحة الألمانية واتبرر ذلك عدة مرات الآن أيضا جاء الدعم من سويسرا التي تصني على ما يبدو الزخيرة للدبابات الألمانية أيضا المعدة فسويسرا منعت الآن أيضا توريد هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تحافظ على حد حياديتها وبالتالي هذه الأسلحة لا يعد لأي قيمة أو أهمية في توريدها إلى أوكرانيا وخاصة أنها تحتاج إلى تدريب يعني لعدة أسابيع أو أشهر ربما حتى يمكن استعمالها وبالتالي ألمانيا طالبت من شركاء الأوربيين الذين لديوا أسلحة قديمة لسا من الاتحاد السوفيتي وحاببين إلى أوكرانيا يتبرع فيها ألمانيا تتحمل التكاليف أو تعطيهم أسلحة ألمانية مقابل ذلك فالضغط لا يزال طبعا شديد على ألمانيا وألمانيا وخاصة المستشار أولوف شولز في الحقيقة عم يتعرض لضغط شديد من كل الاتجاهات يوميا لا يزال من السياسين ومن الإعلام داخليا وخارجيا في الخبر الأخير أيضا في إطار إعادة تسليح وبناء الجيش الألماني وحيكلته نعرف تم تخصيص 100 مليار إضافية جينوك تسيحة 47F 60 قطعة حوامات نقل عسكرية سقيلة أيضا من تصنيع شركة بوينج الأمريكية تم اتخاذ القرار في الحكومة الألمانية بذلك ومن خبال وزيرة الدفاع أيضا سيتم قيمة صفقة ستصل إلى حوالي 5 مليار يورو أيضا المتوقع أن يتم تسليمها حتى عام 2024 أو 25 26 أيضا يتم تسليمها بشكل كامل أو على أقل تقدير أيضا في هذا التاريخ إذن ألمانيا لا تزال تحاول أن ترفع من قدرتها على التسليح وأيضا من جاهزيتها بسبب الحدث شونا في الفترة الماضية منعرف أن ألمانيا بدأت تغير سياستها واتجهت الآن إلى التسلح وأيضا من باب الاحتياط يعني على الأقل وإعادة هيكلة الجيش الألماني وهيك من كنا عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته